أعلن ائتلاف لا للإنقلاب الذي يضم قوى معارضة للرئيس قيس السعيد ونوابا في البرلمان المجمد خلال مؤتمر صحفي أعلن عن استئناف الاحتجاجات داعيا التونسيين إلى التظاهر أمام البرلمان يوم الأحد القادم يأتي ذلك بالتوازي مع تصعد وثيرة الاحتجاجات الاجتماعية خلال الأيام الأخيرة كاحتجاجات العاطلين عن العمل لتزيد من التحديات الاجتماعية والسياسية التي واجهها الرئيس قيس السعيد وحكومته من جديد تحتكم قوى معارضة للرئيس السعيد ونواب في البرلمان المجمدة ويلاته إلى الشارع من خلال دعوة التونسيين إلى التظاهر أمام مقر البرلمان يوم الأحد القادم دعوات التظاهر أطلقت خلال مؤتمر صحفي عقده ائتلاف لا للانقلاب في الشارع بعد زعمه أن السلطة عرقلت عقد مؤتمره في قاعة خاصة هي اليوم كانت ندوة حتى للإعلان عن محطات نيضالية قادمة وربما يوم 14 نوفمبر يكون تحرك يفوق كل التحركات الماضية اليوم الحراك كان ردت فعل على وضع سياسي وخروج عن الدستور وجدنا نفسنا كوطن موجودين فيه اليوم نخرج من هذه الندوة الصحفية مبادرة ديمقراطية تقترح حل في إطار خارط الطريق عودة للشرعية العودة إلى الشعب التونسي في إطار انتخابات ائتلاف القوى المعارضة للرئيس سعيد دعا إلى انتخابات مبكرة العام القادم يليها تشكيل حكومة إنقاذ وطني قادر على مواجهة الأزمة الاقتصادية المتمددة أزمة دفع تدعيتها العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات إلى تنظيم حراك احتجاجي متواصل منذ أسبوع بالنسبة للأشكال النيضالية كما توعنا زملائنا مع تصميم في المندوبي التعليم في السوسة فمعنا الاعتصام يمكن أن نحن نبرمجين يمكن أن نتخش في امكانية الاعتصام هنا ومع مسيرات في كل جهات ونحاول نضغط بكل الطرق الممكنة لتحقيق الهدف امتعنا ذلك مراقبون اعتبروا أن الاحتجاجات السياسية والاجتماعية التي تواجه الرئيس سعيد وحكومة نجلاء بودن من شأنها أن تربك المصار السياسي الذي يريد الرئيس سعيد تثبيته الرئيس سعيد لم يقدم أي مبادرة في الملفات الاقتصادية وملفات الاجتماعية إلى اليوم وبالتالي فإن الخناق يتشدد شيئاً فشيئاً على الرئيس سعيد قواء المعارضة تتوسع بأكثر من مكان مؤسسات الدولة مستمرة والدولة التونسية مستمرة ولا في ظل هذه التدابير الاستثنائية التي نحاول اختصرها يعني وسيتم النظر إن شاء الله في مجلس قادم في النس الرئيس سعيد تعهد من جانبه بتسريع إنهاء مرحلة الحكم الاستثنائية كرسالة طمأنة للداخل والخارج في انتظار الكشف عن خارطة طريق قد تنجح وفق البعض في امتصاص جزء من الغضب السياسي والاجتماعي الذي يواجهه ارتفاع وطيرة الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية في ظل تواصل الضائقة الاقتصادية يقول مراقبون إنه يزيد الضغط على الرئيس قيس سعيد وحكومته رغم تعهد الرئيس بوضع خارطة طريق تنهي مرحلة الحكم الاستثنائية في القريب العاجل توفيق عيش الحرة تونس إلى ذلك نفر رئيس وتونسي قيس سعيد مزاعم ما يعرف باتلافه ضد الانقلاب بمنع اجتماعهم اليوم في العاصمة وضف سعيد خلال لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزير الداخلية توفيق شرف الدين أن الباب الأول والثاني من الدستورة الذين يكفلان حرية الاجتماع لم يتم تعليقهما مشددا على أن من كان يأمل في منصب في الحكومة ولم يظفر به أصبح ينعت ما حصل يوم الخامس والعشرين من يوليو بالانقلاب استمعت هذا الصباح إلى منع اجتماعا معتنون ضد الانقلاب أولا ليس بالانقلاب ولم أمنع أحدا من الاجتماع والفصلان أو البابان الأول والثاني من الدستور لم يقع تعليقهما وليمظر هؤلاء إلى مواقفهم السابقة يوم خمسة وعشرين جويلية ليلة خمسة وعشرين جويلية لكن حينما علموا أنه ليس لهم مكان في الحكومة صاروا ضد ما يسمونه افتراءا وكذبا وزورا وبهتانا بالانقلاب من تونس ينضم إلينا نجم الدين العكاري المحلل السياسي أستاذ نجم الدين مساء الخير أهلا بك في البداية هل من تفاصيل أكثر يمكن أن تنورنا بها حول هذه المجموعة وحول الأهداف التي تجمعها تحت عنوان لا للانقلاب هذه المجموعة تتكون من بعض القيادين في حركة النهضة وبعض القيادين أيضا الذين شاركوا اليوم في الندوة الصحفية التي عقدت رغم ذلك خارج القاعة الخاصة التي كان من نزم أن تنعقد فيها الندوة الصحفية والتي لم يسمح صاحبها لهم بعقد الاجتماعي داخلها قبل أن يتم تقديم ترخيص له مثل ما طالب بذلك أيضا هناك فيها من قلب تونس وأيضا من الطيار الديمقراطي وبعض الشخصيات الوطنية التي تعارض رئيس قيس سعيد هذا ربما يحيلنا إلى التساؤل عن تأثير هذه المجموعة تأثير هذه المجموعة في المشهد السياسي التونسي هذه المجموعة غير وازنة سياسيا كثيرا وهي التي شاركت في أكثر من مرة في الخروج إلى الشارع للحديث عن نفس هذه المطالب التي يتحدثون عنها اليوم والتي يدعون إليها إلى اجتماع آخر يوم الحد القادم أمام مجلس نواب الشعب في ضحية باردو هذه المجموعة هي التي انقلب عنها الشعب ولفظها الشعب بعد ما يأس منها ولتيلة عقد كامل من الزمن وهم الذين انقلبوا على الشعب التونسي ثم الشعب التونسي انقلب عليهم وانقلبوا على الثورة فأزاحهم الشعب التونسي من طريقهم وأراد الذهاب بإيرادته وتحقيق الأهداف السابقة وعهد إلى رئيس الجمهورية باستئناف أو تصحيح المسار الثوري الذي انطلق يوم السابع عشر من ديسمبر سنة 2010 ألا تعتقد أنه رغم ذلك هناك ما يشوب هذه ما تسميه بعملية إصلاح وتصحيح الثورة هناك تساؤلات جدية الجميع صار يطرحها في ذل تأخر عن كشف خارطة طريق المرحلة المقبلة نعم رئيس الجمهورية طرح بعض النقاط حول مستقبل البلاد وحول الإصلاحات القادمة في عدة مجالات بدأ بالإصلاحات القلونية وهو الآن ومعها وحكومته بصدد إعداد خارطة طريق خاصة اقتصادية ومالية خلال الأسابيع القادمة أو خلال الأيام القادمة ينتظر أن يتم ذلك يوم الخميس القادم بمناسبة اجتماع مجلس الوزراء في موعده الأعلان عن مجموعة من الإجراءات الجديدة للإصلاح الملف الاقتصادي والمالي وتقديم تفاصيل الموازنة الجديدة والموازنة التعديلية للسنة الحالية خاصة وأنها تشكو من عز كبير محاولات لسد هذا العز والبحث عن تمويلات في المرة الماضية لاجتماع مجلس الوزراء دعاء التونسيين إلى الاكتتاب ومساعدة البلاد التونسيين في الداخل وفي الخارج لمساعدة الدولة عن النقص أو عن اختلال في موازناتها وأيضا هناك بعض التحركات الاقتصادية والديبلوماسية في الخارج للحصول على تمويلات أخرى أيضا هناك سيتم الكشف عن الإجراءات الجديدة رغم أن رئيس الجمهورية قال أنه بالإمكان التعويل على مواردنا الداخلية والذهاب إلى تحصيل عديد الديون لدى بعض المؤسسات وبعض الأفراد ديون جبائية ومالية لديها خلال الفترة القادمة يراها أنها قادرة على مساعدة الدولة على إصلاح الإخلالات وعلى البدء في تنفيذ بعض المشاكل ولكن ألا تشكل ربما أستاذ نجم الدين ألا تشكل مثل هذه التحركات التي يدعو إليها مواطنون ضد الإنقلاب عامل ضغط وعامل دفع أيضا للرئيس قيس سعيد حتى يسرع من هذه الإصلاحات قد يكون ذلك باعتبار أن حتى رئيس الجمهورية صرح يوم الخميس القادم أنه بصدد التسريع لإنهاء هذه المرحلة الاستثنائية التي انطلقت يوم 25 جوليا الماضي والتي تم تقديم بعض تفاصيلها يوم 22 من سبتمبر الماضي وهو قال بسريح العبارة أنه سينهيها قريبا ويبدو أنه لن يطيل في ذلك ليس فقط بضغط من الأطراف المعارضة أو خصومه السياسيين بل أيضا من محيطه ومن الأحزاب وحتى من المواطنين القريبين منها الذين يدعون إلى تسقيف هذه الفترة والإعلان عن موعد نهائي لإيقافها أو التخلي عنها والمرور إلى زمن جديد قد يبدأ مع بداية الشهر أو حتى قبل ذلك بقليل وفق ما يتم الحديث عنها في هذه الفترة في تونس أيضا هذه الضغطات أو هذا الحراك هناك حراك السياسي والحراك الاجتماعي الحراك الاجتماعي ليس له علاقة بهذا الحراك السياسي الذي تقود حركة النهضة وبعض الذين كانوا معها في الحكومة السابقة باعتبار أن الحراك الاجتماعي وخاصة الذي تم بالنسبة للمعطلين عن العمل الذين طالت بطلاتهم لأكثر من عشر سنوات فهو للضغط على الحكومة التي تشكلت في الفترة الأخيرة وإيجاد تمويلات لهم حتى يتم انتدابهم وتشغيلهم خاصة وأن التوجهات العامة تؤكد أن لا نية في الانتداب لكن هناك اتفاقية بالنسبة لهؤلاء المعطلين عن العمل الذين طالت بطلاتهم لانتدابهم خلال الفترة القادمة ريثما تتم إيجاد التمويلات النازمة بانتدابهم هناك فرق بين الحراك الاحتجاجي غير مرتبط بالحراك السياسي الذي تقوم به نسبة قليلة من التونسيين وأغلبهم من الذين كانوا في الحكومة السابقة وحتى جزء قليل من أنصارهم الذين ينزلون عادة إلى الشوارع ولا تكون دعواتهم كبيرة ومقبولة بشكل كبير شكرا أن تزيل لك المحللة السياسية تونسي نجم الدين العكالي كنت معنا من تونس شكرا